بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستكمل قواعد ضبط الآيات المتشابهة وقاعدة اليوم من القواعد العظيمة النفع الجديرة بالاهتمام لأنها تجمع أمثلة كثيرة وهي قاعدة الترتيب الهجائي ونحن بهذه القاعدة أنه إذا كان هناك آيتان متشابهتين فبداية الموضع المتشابه الأول يبدأ بحرف هجائي يسبق بداية الموضع المتشابه الثاني وبالأمثلة تتضح هذه القاعدة من ذلك قول الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون مع قول الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يعقلون بداية الإشكال عند حرف الراء لا يرجعون مع حرف العين لا يعقلون وحرف الراء يسبق هجائيا حرف العين وبالتالي الموضع المتشابه الأول لا يرجعون والموضع المتشابه الثاني لا يعقلون ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل أن طهر بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود في سورة البقرة مع قول الله عز وجل وطهر بيتيا للطائفين والقائمين والركع السجود الإشكال بين العين وبين القاف وحرف العين يسبق حرف القاف هجائيا وبالتالي أعرف أن الذي في سورة البقرة العاكفين بينما الذي في سورة الحج القائمين ومن ذلك قول الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم مع قول الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم موضع العمران يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم موضع الفتح يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالإشكال عندنا بين حرف الفا بأفواههم مع حرف اللام بألسنتهم وحرف الفا يسبق هجائيا حرف اللام وبالتالي موضع آل عمران يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بينما في حرف في سورة الفتح يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله عز وجل لقد جئت شيئا إمراء في سورة كهف مع ما في السورة أيضا لقد جئت شيئا نكرا فالإشكال بين إمراء ونكرا أيهما أسبق بداية الإشكال بين إمراء حرف الهمز مع نكرا حرف النون وحرف الهمز يسبق هجائيا حرف النون وبالتالي هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا أمثلتها في القرآن الكريم كثيرة وكثيرة جدا وقد أحسن الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه آيات متشابهة الألفاظ فذكر قاعدة وذكر أمثلة كثيرة لهذه القاعدة الترتيب الهجائي يسميها البعض الترتيب الألفبائي ويسميها البعض الترتيب الأبجدي لكن هذه القاعدة من القواعد الجديرة بالاهتمام وأنصح بها كثيرا أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة